اهلا بكم في كارات مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين وكل سنة طيبين عام جديد ان شاء الله على كل الناس حلق التوقعات ليلة رأس السنة لسيدة التوقعات ليلة عبداللطيف وتوقعات مهمة جدا وتحرك الجيوش العربية تعالى نعرف مع بعض توقعات على الدول العربية ولكن قبل ما نبدأ بفكر حضراتكم بالاشتراك وتفعيل الجرس ويا ريت نعمل لايك وشير لي الفيديو عشان يوصلكم كل جديد اول حد هبدأ في الحياة في الدول هي بدأت بترتيب معين بس انا حابة ابدأ بفلسطين وما سيحدث في فلسطين مهمة جدا جدا تعالى نشوف مع بعض قالت ايلة عبداللطيف في حلقة ليلة رأس السنة مع نشان على قناة الجديدة قالت سنشهد اكبر عملية عسكرية على الاراضي الفلسطينية المحتلة ستكون بها المقاومة الفلسطينية من غزة الى الضفة الغربية وبتتخطى قوتها وحجمها ما حدث في 7 اكتوبر يعني هتكون اكتر من تفان الاقصى الاولين وسنرى الكيان والعدو الاسرائيلي في حالة من الزهول والارباك اما حجم العملية الصادمة هي تعزيزات عسكرية ضخمة سنراها على طول حدود فلسطين المحتلة وبتقول استعدادا للفترة القادمة اللي بسبب هذه الدربة هندخل على سيناريو ياما الحرب على المنطقة لاما صناعة الحل لمدينة غزة ولغير فلسطين وده اللي هيحصل ان شاء الله قوات عربية وغير عربية تتجهز الزهاب الى سواحل فلسطين وانتشار زوارق حربية على طول سواحل غزة وصولا لميناء حيفا ويتمركز في المياه الاقليمية الاردنية والسورية والعراقية وعلى مسافة غير بعيدة من الساحل اللبناني كمان وشايف ايران وروسيا في قلب هذا الحدث سترى الزوارق دي هتكون تبعه لمين كل الاهداف العسكرية الاسرائيلية والسياسية للعدو الاسرائيلي في حربه على غزة من قضية الرهائن من قضاء على حركة حماس وغيرها وغيرها بتقول ارى ان هذه الاهداف العسكرية لن تتحقق وستسقط امام سمود المقاومة التي تسطر بطولات وتجعل الاهداف الاسرائيلية في مهب الريح ده اللي قالته لفلسطين ولسه في توقعات تانية هنقولها لكم ولكن هناخد دولة الامارات العربية المتحدة قالت شايفة تعاون غير مسبوء بين رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد النهيان وما بين دولة ايران او الجمهورية الايرانية الاسلامية وشايفة ان هيكون هذا التعاون في مجالات كتير زي مجال التيران ومجال النفط والاتصالات وغيرها وعلاقات ثنائية مميزة قالت هنشوف رئيس الامارات في العاصمة الايرانية تهران وهنشوف رئيس ايران داخل دولة الامارات ووفود ايرانية متبدلة من الجانبين وعلاقات مهمة جدا ستجمع الامارات وايران بالنسبة لمملكة الاردن قالت سنكون امام حملة تحذير الاردن سيكون امام حملة تحذير واجراءات وقائية من انتشار فيروس يظهر في العاصمة الاردنية عمان ووزارة الصحة تستنفر بكل قوتها الملك في حالة ارباك الملك عبدالله في حالة ارباك شديد بسبب احداث متسرعة على الحدود الاردنية والجيش يواجه الحدث ويحمي الاردن من اي خطر ولا خوف على الاردن من تهجير او تفجير على الاراضي الاردنية وقال لكمان ان اقتصاد الاردن يتقدم الى المزيد من الازدهار والاعمار من شهر خمسة وستة الفين واربعة وعشرين واحنا كمان طلعين يعني نبدأ من خمسة وستة لفيما بعد بالنسبة لمملكة المغرب قالت عام الفين واربعة وعشرين هو عام المفاجآت الكبيرة في المغرب ان كان على الاقتصاد او السياسة او حتى في الرياضة وشايفة تغيير سياسة داخلي في الوجوه تغيير كبير في الوجوه الموجودة المغرب بينطلق في مجال البناء والاعمار وشايفة ان عالم المرأة المغلبية عالم المرأة المغربية هيكون بامتياز ويحتل الوجهة الداخلية والخارجية ان كان في السياسة او الاعمال او ايا كان شايفة السنة دي المرأة بتحتل حاجات مهمة جدا في كل الدول العربية ايضا بتقول اكتشافات ثم اكتشافات نفطية وصروات كبيرة جدا للمغرب اما عن سلطنة عمان قالت الاجواء المناخية في السلطنة تحت رحمة الطبيعة تحت رحمة الطبيعة وقالت بسبب هذه الاجواء هنشهد مشاهد مؤسفة للأسف او هتسبب مشاهد مؤسفة بتقول كمان اتمنى من السلطنة ان شاء الله او اتمنى من السلطن ان ياخد باله على صحته واتمنى لهم السلام الله يحميكم وشخصية عمانية نسائية بارزة لها انجازات مهمة جدا في الدبلوماسية وفي السياسة وفي كل حاجة ولها علاقات في الداخل وفي الخارج ونراها بتستثمر هذه الخبرة في مصلحة السلطنة وهيتم تكرمها شخصيا من سلطان عمان العراق قالت الجيش النظامي الجيش النظامي العراقي في موجهة في موجهة للتنظيمات لبعض التنظيمات المسلحة داخل العراق خصوصا في الحدود مع سوريا وسنسمع عن بوادر ازمة دبلوماسية بين العراق وايران اجواء التهديد وخطر الاختيال بتحوم في سماء العراق وانا اتمنى على السيدين نور الملكي والسيد حضر العبادي درجات الحيطة والحزر جيوش عربية تتحد هنا بقى ده التوقع مش بس العراق ولكن لكل الدول العربية اسمعوا التوقع ده جيوش عربية تتحد وطلقة قوات متعددة تصل لبعض الدول العربية كل ده بسبب خطورة الاحداث اللي جاية على هذه الدول منها العراق هنشوف جيوش في كل حتة بسبب حاجة هتحصل الله اعلم هي ايه ليبيا صحة حفتر او المشير حفتر علم حك وهنشوفه في المستشفى وقالت بعض المشكلات المسلحة بتكشف او بعض التشكلات معذرة المسلحة بتكشف اختلاص مال من بعض اعضاء حكومة الدبيبة وده هيسبب تمرد على هذه الحكومة وممكن نشوفها بتتعرض انهم بيتخدر القضاء اما على العكس شايفة ابناء المشير حفتر اللي كانت قيلة عنهم السنة اللي فاتت بيقوده التطور والاعمار في مدينة بنغازي ولكن هتستمر تلك القوة او البناء في مدن مش بس بنغازي لكن خارج بنغازي ايضا درجة ان نشوف سيفة الاسلام القذافي بيهنق احد ابناء المشير حفتر على هذه الانجازات وشايفة اعادة بناء الدولة الليبية والسلام على ارض ليبيا اما عن السودان قالت قائد قوات الدعم هيكون امام خطر انهيار عسكري وصحي ويد الغدر تحوم حول حمدتي في الاشهر الاولى لسنة 2024 بعد حرب طبعا ومعارك عنيفة جدا هنشوف الهدوء بيسيطر على ارض المعارك في السودان ويختختفي اثار الدمار ان شاء الله والسلام يا سود قالت كمان كل ده هيحصل بجهود المملكة العربية السعودية ومصر ووسطى امريكية وايضا عديد من الدول العربية تتدخل حقيقة ان شاء الله لمنع الحرب والتهجير وان الناس ترجع تاني الاراضيها ويبدأ بقى اعمار السودان من جديد وده هيكون برعاية سعودية مصرية لكن ده هيحصل بعد معارك عنيفة جدا واخسارة كبيرة وموت كبير لناس كبيرة في الجيش من الفرقين ناس كبيرة في الجيش من رجالة الفرقين دي كانت توقعات بس فيه كم توقع كده قالتهم لسوريا قالت لا استبعد لا استبعد زيارة الرئيس مكرون لسوريا وشايف الرئيس بشار الاسد بيفتح ابواب السلام امام دول كتيرة منها اليمن وشايف زيارة اسدية لعدة اماكن واوروبا هتشيد بهذه الزيارات في حاجات مهمة جدا هتحصل على مستوى السياسة بالنسبة لسوريا طبعا هتقولولي فين بقية التوقعات لسه هنزلكم جزء تاني بتوقعات مهمة جدا احنا دلوقتي بنسبق الاحداث وبناخد التوقعات من البس المباشر وبنقلها لحضراتكم على طول نظرا ان فيه ناس كتير معرفتش تفرج على الحلقة نفسها او لسه الحلقة نفسها ما نزلتش على المواقع فحبنا ان احنا نقولكم التوقعات اول باول على قد ما بنقدر ان احنا نلحقها شكرا استنونا ياريت تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس مسنسوش الاشتراك مهمة جدا عشان تقدروا تطبعوا اي فيديو توقعات هننزلوا ان شاء الله كمان يعني مهمة جدا ان انتو تعملوا شير ولايك عازان الفيديو يوصل لناس كتير عشان فيه ناس الغد الوقت بتدور على هذه التوقعات يا جماعة انتو كده بتخدموهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة شكرا كلسان طيبين كان معكم اختكم مريم من قرارات مساء الاخبار ونفضل دايما مع بعض في توقعات وفي اخبار جديدة